ما زلنا في سياق الملف الروسي الأوكراني عبر سكايب من موسكو ينضم إلينا دكتور محمود الأفنزي الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمود رحب حضرتك على شاشة أكستر نيوز في القاهرة إذن أوكرانيا تخسر بلدة جديدة وأيضا تعلن أنها ضربت قاضفة قنابل بعمق روسيا إلى أين وصل هذا الملف حتى هذه اللحظة دكتور محمود أول الشيء سيد أوقاتك سيدتي الكريمة وأخوة المشاهدين يعني منذ حوالي الشهر وحتى الآن كان هناك تقدم روسي بحوالي 7.5 كم بعمق الجبهة إذا قارننا هذا الرقب بالمسار الحرب الأوكرانية الروسية هذا رقب قياسي بالنسبة إلى روسيا هناك انهيار شبه جزئي بالجبهة الأوكرانية هناك خسارة كل يوم لقرية أو مدينة صغيرة لأننا نعلم دينا أن جبهة حوالي طول ألف كم على طول ألف كم هناك خسارات بقريات مخصنة بالنسبة لأوكرانيا تخسروها كل يوم هذا يعني أن هناك تقدم روسي أصبح واضح لذلك نرى الآن أوكرانيا تسرع إلى أعلان السلام مع روسيا وتريد السلام مع روسيا لو قارننا فقط تصريحات الأوكرانية من حوالي ثلاثة أشهر وحتى الآن لا تتغير بأواته من درجة والدليل على زالة زيارة وزير الخارجية الأوكراني إلى الصين للتوسط إلى روسيا في مفاوضات السلام يعني أن قيادة الأوكرانية تعلم جيدا أن ما لديه الآن على الجبهة من القدرة البشرية أصبحت ضعيفة نوعاً ما والقوة الضاربة في الجيش الأوكراني أصبحت منتهية بشكل كامل كل الأسرة الآن التي يؤثروا على الجبهة العسكرية كلهم جنود لم يتجاوز تجديدهم حوالي الشهر يعني هذا يعني أن القوة الضاربة أصبحت منتهية تقريباً جيش الأوكراني لا أتكلم عن الأسلحة هنا أتكلم عن الجنود العنصر البشري هذا أمر مهم جداً للجيش وهذا يعني أن كل الآل على الجبهة جيش غير مدرب هذا يعني أن هذه الجبهة ستنهار عاجلة من أجل مشكلة مشكلة وقت لذلك نرى التسرع الآن والإسراء طيب دكتور محمود فكرة التسرع إلى تسوية سلام أو أن أوكرانيا تسعى إلى السلام مع موسكو يمكن دخول الصين كوسيط لربما سيحرك المياه الراكدة ولكن التصريحات التي تخرج من كييف يعني ترفض بشكل كبير يعني أعطاء الجزء الأكبر من أوكرانيا أو تريد كييف العودة إلى المحددات فيما قبل اندلاع هذه الأزمة أو هذه الحرب الحدود الأوكرانية ستبقى كما هي السؤال هل سيوافق بوتن ممثلا في روسيا على فكرة عدم كسب أي انتصارات بعد الاستنزاف المادي بعد هذا الكم من المصاعب الاقتصادية التي تعرضت لها روسيا العزلة التي باتت تعيش روسيا فيها بشكل كبير من الكثير من الدول يعني خلينا أول شيء بالنسبة للتصريحات الأوكرانية لجب لا نأخذها على محبل الجد لعدة أسباب لأن ما تقول أوكرانيا هي ما يسمى بالعلم السياسي هي نافذة أوفرتون يعني هي تعلي فقط السقف التفاوض حتى لا تعطي أي إشارة إلى الجنود المقاتلين على الجبهة نعلم المقاتلين على الجبهة ومن ورائهم فيما يسمى الحماية الداخلية هم لديهم يعني انترنت ويعلمون لا يحصل لذلك هذه التصريحات عبارة عن ثقف من المفاوضات بالنسبة لحال يعني كنوع من أنواع الحرب النفسية أو ما يسمى عدم التنازل حتى لا يؤدي إلى منهيار الجبهة بشكل كامل لذلك هذا شيء متوقع من الجانب الأوكراني ولكن أعطيك تريد أن يقبل رئيس زيليسكي بالتفاوض مع بوتر مع أنه حرم نفسه بالتفاوض عن طريق قادون هذا يعني أن هناك استثلاب أوكراني أصبحت قريبا أما بالنسبة إلى روسيا أول شيء روسيا لا يستطيع لا بوتر ولا غير بوتر بالتنازل على المناطق الأربع التي ضمنها لماذا؟ لأن الدستور الروسي يحرم على رئيس البلد أن يتنازل عن أراضي روسية وبالنسبة للدستور الروسي هذه الأراضي أصبحت روسية أربع مناطق دخلت إلى روسيا من قوالي عام وكيف نظام ما حاضوا 6 وقت أشهر يعني لا يستطيع ولا رئيس روسيا ولا مسئول روسيا التفاوض عليها يجب أن تغيير الدستور أولاً إذا أراد الرئيس بوتر أن يتنازل أو لأي وفد روسي يجب أن يغير الدستور أولاً وبعد ذلك يمكن أن يبدأ بالتنازل لذلك التنازل أمر مستحيل بالنسبة إلى روسيا وتعلم ذلك أوكرانيا الزهاب أوكرانيا إلى الصين نعلم جيداً أن الصين مبادرة قدمت مبادرة واحدة فيها التنازل عن هذه الأراضي هذا يعني أن أوكرانيا فعلياً قبلت بما يسمى التنازل أما تكلم عن العقوبات نعلم جيداً أن الحرب الروسية الغربية هي حرب هجيلة يعني هناك حرب اقتصادية بل أن نقول روسيا في عزلة هذا أصبح أمر غير بقول الغرب أصبح في عزلة عن روسيا وعزلة عن العالم الأخرى يعني خلال شهرين تقريباً رئيس الروسي قام بحوالي 22 مقابل بعض رؤساء دول أخرى العزلة السياسية هذا أمر محتوى بالنسبة للاقتصاد الاقتصاد روسيا تجاوزت العقوبات متأكلمت مع العقوبات والآن العودة حتى لو عقوبات رفعت عن روسيا لن تغير من اقتصاد روسيا روسيا وضعت اقتصادها على السكة العسكرية دكتور محمود في هذه النقطة من وجهة نظر حضرتك كباحث كأكاديمي كمراقب للمشهد متواجد في موسكو بطبيعة الحال ما الذي يميز روسيا يعني ما الذي أعطى إلى روسيا الأفضلية في هذه الحرب مع أن أوكرانيا في وقت من الأوقات كانت طلقة دعم أمريكي دعم أوروبي غير محدود هل العنصر البشري زي ما حضرتك تفضلت وذكرت لأنه روسيا بدأت بشكل كبير في تجنيد كل من يعني له تجنيد في روسيا وروسيا التعداد سكانها ليس بالقليل نتحدث عن أكثر من 140 مليون نسمة هل عنصر المال على الاقتصاد المنغلق اللي اتبعه الرئيس الروسي فلاديمار بوتن هل اللجوء إلى الصين في بداية هذه الأزمة وعمل تحالفات روسية صينية بشكل كبير هل هذا ما أعطى إلى روسيا الأسبقية في هذه الأزمة أو الأزمة الروسية الأوكرانية طبعاً أول شيء سؤال المشاقين نتحدث أول شيء عن الاقتصاد خلينا نكون واقعين يعني الاقتصاد من الصعب بلاق روسيا لأن روسيا أكبر بلد في العالم ولدها 42 من موارد الطبيعية على قرى الأرضية أنا أذكر يعني أجوبك بتصريح رئيس إكوادور عندما قال مستحيل أن تقسر روسيا الحرب الاقتصادي وحرب العقوبات لن تؤدي إلى فائدة لأن لكل دولة لديها الطاقة والقمح لا تستطيع أن تعاقبها الإنسان بحاجة إلى طعام ومقود المواطن العادي لذلك هذا موجود في روسيا فلا تستطيع بأي شكل من الأشكال أن تغلقي هذا البلد يعني نعلم جيد أن العقوبات يمكن أن تنفع في العراق على سمين نسان لذلك كان هناك غزاء لذلك كان هناك تذكر كان هناك عقد النفط مقابل الغزاء أو النفط مقابل الدواء روسيا لديها كل شيء لأنه الأرض تعطي هذا الشيء لديها كل شيء فالحرب الاقتصادية حرب أصبحت يعني غير مقبولة لأنه بالأصل التفكير في العقوبات على روسيا هي عقوبات على نفسها هذا أمر أنا في رأيي كان نوع من أنواع الغباء الاتصاب السياسي أما نتكلم عن الجبهة والحالة العسكرية على الأرض طبعا منذ أن بدأت الغرب بتزويد أوكرانيا بأسلحة بدون حدود وبتزويد ألمان والاقتصاد الأوكراني اللي روسيا اختارت يعني مرغبة عن نفسها بحرب الاستنزاف حرب الاستنزاف هناك استنزاف من الأهليات العسكرية وهناك استنزاف مشكلة أنا في رأيي أصبح هذا الشيء متوازن بالفعل الاستنزاف العسكري أصبح بشكل واضح لأن أوروبا ليس لديها بنية عسكرية تستطيع أن تنتج أصبح لكل العبع على الملاكي المتحدة الأمريكية والحرب هذه الحرب التلسكية تصرف كثير من الزخيرة الزخيرة وأولاق فرق يعني نتكلف بس مجرد الفرق كما نتكلمون في الحروم المدفعية هي إله الحرب يعني كل يوم نصرف على الجبع حوالي مئتين ومئتين وخمسين ألف قذيفة تصوري أن القذيفة المدفعية عندما تنتجها روسيا تكلف روسيا حوالي أنا أتكلم على مئة وخمسين وخمسين مليمتر تكلف روسيا أربعمية أو خمسمين دولار هذه القذيفة إذا أنتجت في أوروبا وتجربت في أولادة المتحدة الأمريكية تكلف حوالي أربعة ألاف وخمس سنان دولار يعني حرب الاسترزاب أصبحت بالنسبة للعداد العسكري غير عادلة بالنسبة لأوكرانيا لأنه الأسلحة مقربة جدا والأسلحة الأمريكية بواهزة السماء أنا أتكلم عن الزخيرة والأسلحة الحديثة التي رأينا الروحة المتحدة الأمريكية قدمتها الهجومية والغرب بالدبابات اليافارد الحديثة والدبابات الأبرز كلهم حرقوا يعني ليس هناك الآن 79% من الدبابات والمدرعات التي أضعت لأوكرانيا حرقت وهذا يعني أن هذه لا تتميز أي شيء على خط الجمال العسكري لذلك نرى التراجع الأوكرانيا أما بالنسبة للقدرة المشارية طبعا شيء طبيعي يعني لدى روسيا روسيا 145 مليون أوكرانيا بعد البداية العملية العسكرية الخاصة هناك ننسى أنه خمس ملايين بواطن أوكراني منهم التين مليون مستعدت أن يخدم الجيش أربى إلى بلاد أخرى فالطاقة البشرية لدى أوكرانيا أصبحت ضئيلة جدا لا تقارن الميزانين إلا في حالة واحدة أن يزج الحلف الناتو بجيوشه النظامية لغط الصغرى في العتاد البشرية هذا يعني مواجهة متشرة لذلك رأينا مكرون عدة مرات صرح أن يرسل جنود إلى أوكرانيا رأينا بولادر عن دول بلطيق لماذا هذا التصريح؟ لأنه يعلمونا جيدا أن هناك نقص حاد في العتاد البشري بالنسبة لأوكرانيا لذلك بالنسبة لحرب الاستنزاف في الطاقة البشرية طبعا هي الإصلاحة روسيا بسبب قبل روسيا وعلى سلكان شيء طبيعي فلذلك طيب دكتور محمود والجزء المتعلق بالصين والتحالف الروسي الصيني الذي جرى منذ بداية هذه الأزمة يعني يمكن الصين كانت الحليفة الأوحد لروسيا مع بداية هذه الأزمة حينما كانت تعيش روسيا عزلة دولية بشكل أو بآخر طبعا الصين نعم جيدا قبل بدء العملية عسكرية الخاصة بحوالي اسمه أين كان الرئيس بوتل كان الرئيس بوتل في الصين وكان برأي أنه أوضع الرئيس السيني بالصورة وقاموا هذه العملية بتنسيق للتغيير يعني هذه الحرب ليست حرب فقط روسيا أوكرانيا ولكن حرب للتخلص من الهيمنة الأمريخية والانتقال إلى عالم متعدد أخطار وهذا مصلحة الصين لأنه نعلن نظر الصين نفس مشكلة روسيا هناك تسليح في بحر جنوب الصين هناك تسليح للتايوان والتايوان هي أراضي صينية نفس الشيء كانت تفعله مع أقوانيا فالنسبة المشكلة روسيا والصين واحدة لذلك لأن هذه اللحنة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لأن هذا من مصلحة الصين ومصلحة روسيا بالخروج أن تخرج روسيا من هذه الحرب منتصرة حتى تستطيع الصين أن تزيل هيمة الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة وخصوصا نعلم أن الولايات المتحدة تحاول أن تعسكر بحر الصين الجنوبي بكافة أكل حتى تساعد اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وما هو عليه لذلك المصلحة تنكبت ليس هناك حلف شخصي بين الرئيس بوتين والسيزي بين والرئيس الصيني هناك مصلحة مشتركة للانتقال لعالمتعدد صحيح روسيا الصينية لذلك رأينا هذا الشيء ودول الجنوب وأهم شيء دول الجنوب العميق أتكلم عن دول الإسلامية ودول الشرق الأوسط وقفت بالحياد لم تستطعناك المتحدة الأمريكية بإجبارها على التمديد بروسيا وتطبيق العقوبات هذا بالفعل أدى إلى نقل نوعية في الحرب الاقتصادية والحرب الهجينة عن روسيا ليس الصين فقط ولكن كل دول الجنوب العميق اتخذوا الأياد ومن نفس المقت يتعاملوا مع روسيا بشكل طبيعي هذا ما أدى فعليا إلى هذه النتيجة على الجمهة العسكرية هذا أمر مهم جدا لأنه الدول نعلم جيدا أن الدول العربية كلها لم تطبق العقوبات وهذا ما أعطى لروسيا سوق متبادل بين الطرفين نعلم سوق الحبوب سوق التجارة ونعلم جيدا فعليا الأمارات العربية المتحدة والسعودية هي أصبحوا رئى لابتصاد روسيا والهند التي هي تابعة لأمريكا يعني الزبعة الفعالية الغرب تشتري كل يوم من روسيا ثلاثة ومصب برميل لفت نعم يوميا طب سؤال كم كانت تشتري من روسيا قبل الحرب ولا برميل ليس هناك كان أقول بين روسيا والهند نعم بالنسبة للمترون الآن بس فقط من هند تشتري حوالي ثلاثة مليون برميل يوميا أو ثلاثة ومصب برميل هذا يعني هذا يعني أنه ليس الصيف فقط ولكن دول الجنوب والدول الأخرى خرجت عن هيبات رفضت قرار الولايات المتحدة الأمريكية صحيح وبغضت هذا القرار أدى فعليا إلى التغيير لهذا نعم 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 هو الجميع الآن يعاول دكتور محمود على الدخول الصيني في هذه الأزمة أو أن الصين ستكون لعب فاعل الجميع يعاول على مفاوضات السلام المقبلة حتى نجنب أوكرانيا مزيد من الضمار ولربما تستقر روسيا بشكل أو آخر على محققته على أرض الواقع من نجاحات من موسكو دكتور محمود الأفنزي الأكاديمي والباحث السياسي أنا بشكر حضرتك في الحياة جزيل الشكر على هذه المدخلة